موسيقى أهلا ومرحبا بكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم شو صار صراع تاريخي على قطعة أرض تحول بين ليلة وضحاها لصراع من نوع آخر إنه صراع كروي أو بالأحرى ملحمة كروية بعد معركة دموية فكيف يمكن أن تنعكس حرب ما بين دولتين على مباراة كرة قدم؟ هذا ما سنحاول إجابة عنه في حلقتنا لهذا اليوم من شو صار فشو صار عزيز المشاهد لتتحول مباراة الأرجنتين وإنجلترا لملحمة كروية بعد صراع دام استمر لعقود؟ موسيقى هذه يد الإله متابعي كرة القدم الجيدين سيتذكرون قائل هذه الجملة الغريبة هذه الكلمات ما كانت إلا تلك العبارة الشهيرة التي قالها مارادونا عقب هدفه الشهير بيده في مرمى إنجلترا خلال المباراة التي جمعت الأرجنتين بإنجلترا خلال كأس العالم عام 1986 هذه المباراة التي لم تكن مباراة عادية ولطالما اعتبرها الأرجنتينيون ردا منهم بعد أربع سنوات من خسارتهم الحرب أمام الإنجليز على جزر فوكلاند لحظة ما هي هذه الجزر؟ وما هي الخلفية التاريخية التي تسبق هذه المباراة أو الملحمة الكروية؟ لنعد بالزمن قليلا ونبدأ قصتنا من الموقع الفريد الذي تقع به هذه الجزر فجزر الفوكلاند تعرف بأسماء مختلفة منها المالوين ومالفيناز وتبعد عن الشواطئ الجنوبية للأرجنتين بحوالي أربعمائة وثمانين كيلومتر فعلى الرغم من أن الجزر أقرب من الناحية الجغرافية إلى الأرجنتين من بريطانيا فإن سكانها يتحدثون الإنجليزية ويعتبرون أنفسهم بريطانيين تاريخيا يعتبر البريطاني جون ديفيز أول من اكتشف هذه الجزر عام الف وخمسمائة واثنين وتسعين أقام البريطانيون أول مستعمرة فيها عام الف وسبعمائة وخمسة وستين وفي عام الف وسبعمائة وسبعين طرد الإسبان البريطانيين من الجزر لتعلن الأرجنتين سيادتها على هذه الجزر عام الف وثمانمائة وستة عشر باعتبارها الوريث الشرعي لإسبانيا في المنطقة ولأن المنطقة استمرت كمنطقة صراع تمكنت بريطانيا من استعادة سيطرتها على الجزر عام الف وثمانمائة وثلاثة وثلاثين الأرجنتين لم تصمت على الضم البريطاني للجزر فنشبت حرب طاحنة ما بين البلدين عام الف وتسعمائة واثنين وثمانين هزيمت فيها الأرجنتين هذه الهزيمة بقت غصة في قلب الأرجنتينيين وكانوا في انتظار رد الاعتبار على حر من الجمر لتأتي مباراتهم أمام إنجلترا في نهائيات كأس العالم عام الف وتسعمائة وستة وثمانين لتكون ضالتهم لتحقيق شيء من استعادة الكرامة حسب وجهة نظرهم هنا وصلنا للنقطة الجوهرية في قصتنا لهذا اليوم إنها مباراة الأرجنتين وإنجلترا الزمان كأس العالم عام الف وتسعمائة وستة وثمانين وبالتحديد الدور قبل النهائي من هذه البطولة الأعظم المكان المكسيك وللعلم عزيز المشاهد لم ينحصر الصراع ما بين البلدين على جزر فوكلاند قبل هذه المباراة فالصدام المنديالي بين المنتخبين حصل خمس مرات والغلبة كانت لإنجلترا بتفوقها ثلاث مرات مقابل مرتين للأرجنتين أهمية المباراة ما بين المنتخبين تكمن في أنها جاءت بعد أربعة أعوام من الحرب الطاحنة التي وقعت ما بين البلدين دخلت الجماهير الأرجنتينية المباراة مشحونة بالرغبة بالثأر فهي فرصة لا يمكن تفويتها مرادونا النجم الأرجنتيني وأعظم من أنجبت كرة القدم خلال القرن العشرين أكد أكثر من مرة قبل المواجهة المرتقبة ما بين المنتخبين بأن كرة القدم منفصلة عن السياسة وأن الأرجنتين جاءت هنا لتلعب وتستمتع لا أكثر ولا أقل كان هذا جزءا من حديثه قبل المباراة حديث كان متناقضا كليا بعد دخوله وزملائه أرضية الملعب فمارادونا ذاته حث لاعبي المنتخب الأرجنتيني لتقديم كل ما عندهم للأخذ بالثأر والفوز على الإنجليز وبأي طريقة كانت ورصد حديثه ببعض العبارات النابية لتبدأ المباراة واليلعب المنتخب الأرجنتيني كأنه في معركة حربية فعلية سيطر الأرجنتينيون على المباراة بكل تفاصيلها وليسجل مارادونا هدفه الشهير والذي سجله بيده نعم صحيح بيده فلم يكن حينها متوفر تكنولوجيا الفار مثلا وحتى الحكم الرئيسي لم ينتبه لمس مارادونا الكرة بيده قبل دخوله المرمى الإنجليزي لتنتهي المباراة بفوز الأرجنتين بهدفين مقابل هدف واحد للإنجليز وللعلم فإن الحكم الذي فاتته لقطة مارادونا هذا كان الحكم العربي التونسي علي بن ناصر مارادونا وبعد هذه المباراة التاريخية صرح بذاك التصريح الشهير الذي قال فيه أعتقد أني فضلت هدفي الذي سجلته باليد على كل أهدافي كان ذلك نوعا ما كالسرقة من محافظهم كان ذلك كأننا هزمنا بلدا وليس فريق كرة قدم ورغم أننا قلنا قبل المباراة أن كرة القدم لا علاقة لها بحرب المالفيناز لكننا كنا نعلم أنهم قتلوا الكثير من الأطفال الأرجنتينيين هناك لقد قتلوهم كطيور صغيرة وهذا الهدف كان انتقامنا إلى هنا وصلنا معكم لنهاية هذه الحلقة من شو صار ملتقان يتجدد في حلقة أخرى وفي نفس الموعد رمضان كريم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة